طالما أنت ذكرت كل هاي الأسباب اللي اللي طاعت الدافع والقوة أنه الإنسان لازم طيب شو المشكلة اللي إحنا منشوفها في هالأيام إذا عنا رسالة عظيمة رسالة المسيح شو اللي بيمنع شو اللي بعطل ليه مش عم منشوف هاي الحرارة النارية اللي بتلهب الكنيسة اليوم بصراحة أنه تكرز وتشهد عن يسوع المسيح بس أنا قبل معلش بالإذن من دكتور زكريا رحقول بديئة بفتكر فيه عندنا مشكلة من شقين الشق الأساسي اللي أنا بشوفه أنه كتير من الناس ضايعين أو إذا بدك يمكن يشتغلوا وفهمين الصورة غلط عم يكرزوا بالديانة المسيحية أكثر ما عم يكرزوا بالمسيح وهيدا أكبر غلط أنا ببداية الحلقة حضرتك قلت شيء أنه هل نحن بنكرز لحتى نخلي الناس تغير دينهم أنا مش عم بكرز بالديانة المسيحية وأنا لا أكرز بالديانة المسيحية فلما أنا عم بكرز لحتى أجيب الناس للطيفة لعندي أو حتى أضم الناس للديانة لعندي هذا يعني هيدا وحدة من المعطلات اللي معهم تخلي الكنيسة تكرز عم نفشل لأنه الهدف أنه نجمع الناس لعننا المعطل الثاني أنه اللي عم يكرز بهذه الطايفة أو بهذه الديانة أو بأي شيء آخر هذا دليل أنه مدائحة ليوة المسيح فكيف يقدم من لا يعرفه كيف بدي أقدم للناس الشخص اللي أنا بعرفه فعم تكون الكرازة مدفوعة بسيستم أنه أنا لازم أعمل اللي عم بعمله لا أول شيء لازم أنا الكارز أتعرف على شخص المسيح بتصور هذا كمانا خلال كثير كدير نحن لا نكرز بالديانة المسيحية نحن نكرز بشخص الرب يسوع المسيح إذا فهمنا هذه المعادلة منبطل ندعي الناس لطايفتنا منصير ندعيهم لشخص المسيح ولا أستطيع أن أعيوه إذا أنا شخصيا ما كنت دي حال ندعوهم للمسيح لكن في كثير ناس أخيما اللي حتى أحيانا ممكن يوابخونا أنه طب إنتوا ليش بتكرزوا يعني كل من على دينه الله يعينه ومن ناحية تانية أنه خلي حياتك هي تشهد عن المسيح الناس تتغير لكن بالواقع اللي أنا ما بعتذر من أجله أنه إحنا موجودين حتى الناس تتغير لكن تتغير ليسوع المسيح طبعا مش لطايفة ولا الدين ولا يعني لأنه المسيحية حياة يختبروا حلاوة يسوع المسيح ألا تتفق معي أنا أتفق تماما تماما ويعني كنت فعلا لو أيمن حبيبي وأخويا ما قالش دي كنت أقولها رقم واحد وهو أنه المشاهد سواء أنت بتكلمه كفرد أو على منبر أو بأي طريقة بيعرف أنت وراك إيه أنت عايزي أنت عايزي منه فلوس مصاري لكن في الغالب المشكلة الأساسية في نظري برضو بالطفق رقم واحد وهي الطائفية هو متصور أنه هو كاثوليكي أنا عايزة أخليه بروتستاندي أو هو رسوزوكسي عايزة أخليه كاثوليكي أو هو إنجيلي عايزة أخليه كاثوليكي أو أنت هو مسلم أنا بدي خليه سير بالضبط لا وأنه هاي الكرازي للجميع للمسلم للمسيحي لليزيدي لليزيدي إحنا منقدم شخص اللي إذا ما اختبروه في هلاك أبدا وما فيني إجبر حدا أنا علي يقدم والله الذي يغير أنا بقدم المسيح وإني يصطفل طبعا وحر لا نرغم أي إنسان ولا مندفع لأي إنسان وبيبقى بيحترم بغض النظر قبل الرسالة أم لم يقبلها ببقى بيحترم بس أنا عايز أضيف بعض الحاجات الهامة التعليم المغلوطة عن الكرازة كانت معطل كبير عبر التاريخ وما زال في ناس يا ربي يكونوا بيشاهدوني وحتى لو بيشاهدون أنا مش عارف يقتنع أنا لا بس مثلا هذه التعليم مثلا اللي بيقولك إن الله اختار ناس الفهم الخاطئ اللي بيبدأ الاختيار الله اختار ناس يا مختارين قبل تأسيس العالم فلين الله اختار ناس أنت هتعمل إيه طبعا يجاوب على هذا الرسول بولس ويقول من أجل هذا أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي يحصلهم أيضا على الخلاصة الذي في يسوع ده موضوع مختارين ده موضوع طويل ما ليش داخل به أنا ليه داخل أن أطيع المسيح في السبعية دي وفي النهاية هو الشخص مسؤول أمام الله مسؤولية كاملة وأنا مسؤول فده تعليم خاطئ ثم في تعليم تاني بيقولك أنا إزاي أكرز يعمل لما ربنا يدعيني يعني يدعيني يعني أنا يقعد في القوضة ويقولي زكريا نعم يا رب رؤو حكري مفيش كده ده تعليم خاطئ ليه لأن السامرية وزكة وكل الناس ده شيء طبيعي قلنا فده تعليم خاطئ تعليم خاطئ ثالث مهم خطير جدا وهو العمل الاجتماعي فقط يعني أنا بعرف أن حضرتك مرتين في الشهر في كل شهر كل شهرين بتروح العراق بتقدم عمل اجتماعي ناس مشردة من الحروب بتقدم لها بطاطين وسرة ومقاوي وأكل وشرب ربنا يبارك فيك ولكن العمل الاجتماعي فقط وقتها مش هيبقى في فرق ما بينك عمل اجتماعي تابع اليونيتد نيشن أو عمل مسحي فلابد أن العمل الاجتماعي يكون مصحوب بالإنجيل نعم فيبقى مشكلة فهم خاطئ الاختيار فهم خاطئ للدعوة فهم خاطئ للعمل الاجتماعي فقط والحيك المال اللي حضرتك قلتها برضو مفهوم خاطئ جدا عندك سيرين وهي فكرة اشهد بحياتك بس يا عمي في آية بتقول كيف يعرفون بلا كارث والإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله أنا لو حشت كويس من غير ما أقولهم أن يسوع المسيح بيغير لازم أقول لو عشت كويس أقول لك يا السلام ده مؤدب زي اليابانيين وده منظم زي الألمان طب يا عمي أنا مش حيز أرجع لكي أجاوب الناس عن سبب الرجاء طبعا أشهد بسلوكي ولكن بدي جاوب الناس لما يسألوني عن سبب الرجاء الذي فيه